اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج التاسعة مصر تستطيع مش مجرد اسم برنامج برغم انه هو بيتناول معظم الحاجات المثيرة او متميزة في مصر على المستوى العلمي المستوى الاجتماعي المستوى الثقافي امبارح تابعنا موضوع مهم جدا تم نشره من خلال برنامج التاسعة ومن خلال برنامج مصر تستطيع اللي بيقدمه الاعلامي احمد فاي بسبق كبير جدا امبارح برنامج مصر تستطيع قدم تغطية شاملة لاكتشاف فريق علمي من مركز الحفريات بجمعة المنصورة لحفرية حوت عاش قبل 41 مليون سنة 41 مليون سنة هنا في مصر الاكتشاف ده تدولته الصحف والتقارير العالمية خلال ساعات الماضية زي جارديان والإندبندنت وسينان وغيرها من أبرز الصحف العالمية وقلقت عليه الضوء بشكل كبير الحوت اسمه توت ستس هو اسم الحوت او الحفرية حفرية الحوت اللي تم اكتشافها الاسم لو نلاحظ توت سوتس اللي هو يعني الاسم تيمنا بتوت عن خامون ويمكن جامعة المنصورة تحتفل بمقاوية اكتشاف مقبرة توت عن خامون في هذا الحدث المهم والمميز واللي كل الصحف العالمية زي ما أشارنا تناولته النهاردة حوت في مصر تم اكتشاف حفريته من 41 مليون سنة 41 مليون سنة عفوا نقلا عن برنامج مصر تستطيع واللي بيقدمه الزميل أحمد فاي الحوت اللي تم اكتشاف حفريته مبارح واللي بيعود تاريخه ال41 مليون سنة هو الجد الأكبر للحتان والدلفين اللي عايشة لحد النهاردة وهو برضو واحد من أقدم حفريات الحتان مائية المعيشة في أفريقيا كلمة مائية لأن الحتان ما قبل التاريخ ده كانت بر مائية لكن السلالة دي أو الفصيلة دي من الحتان هي الأول فصيلة أو سلالة مائية فاصل قصير مشاهدينا ونرجع نتابع مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة في الحقيقة مهرجان العالمين أو العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة بجانب النجاح اللي حققوا على مدار الأيام اللي فاتت من أول انطلاق المهرجان في العالمين سواء على مستوى الحفلات اللي بتقدم على مستوى المطربين اللي موجودين على مستوى كل الأنشطة الترفيهية اللي موجودة على مستوى حتى بث هذه الحفلات في الفترة الأخيرة على التلفزيون نجاحات متتالية لكن في الحقيقة هنا في القناة الأولى وتحديدا في برنامج التاسعة فيه نجاح من نوع آخر واعتبروا أن ده تحيز للمكان لأن على مدار الأيام اللي فاتت احنا قدمنا انفرادات مجموعة انفرادات من اللقاءات الحصرية والمميزة مع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وده على هامش فعاليات مهرجان العالمين مجهود كبير الحقيقة بزلته زملتنا هدير أبو زيت الموجودة في العالمين والأجرت لقاءات مميزة مع راغب علامة مع نانسة عجرم مع رامي عياش إليسة تامر عشور وكمان كارول سماحة وبهاء سلطان اللي كانوا في حفلة مبارح الخميس بالتوالي مع حفلة الموسيقار العالمي عمر خيرت تعالوا نشوف ونتابع سواء لقاء زملتنا هدير أبو زيت مع النجمة كارول سماحة واللي أحيت حفل كبير مبارح في إطار فعاليات المهرجان نتابع ونرجع تاني مع حضراتكم إسا مستمرين مع حضراتكم مهرجان العالمين في نسخته الأولى ويعني في حضرة صوت اللبناني العظيم والروح المصرية الجميلة والصوت اللي بيفكرنا بزمن الرحبانية نهاردة في مهرجان العالمين إحنا صهرانين مع النجمة المطلقة كارول سماحة أهلا بيك هدير مساء الخير ونورونا في العالمين مرسي هده بيتي أنا أهلي هوني بيتي في مصر إحنا بنتشرفين وجودكم وجود كل نجوبنا اللبنانيين مرسي وأنا عارفة أنه يعني كي نوصك دلوقتي مصري ونوصك لبناني صح صح أنت بعضتك عن مدينة العالمين من متاعك ما وصلت أنا متفاجأة على التطور الفضيع اللي عم بيصير بمصر من أول ما عشت وتجوزت بمصر من عشر سنين لغاية دلوقتي تطور فضيع بكل المجالات أما العالمين دي حاجة تانية ده أنا حقوله بعمل إعلام مباشرة بس لأ بجد يعني أول ما بتوصله العظمة بالعمارات بالبناء بالمكان بجمال البحر شي كتير حلو ومبسوطة أكتر بالسيط اللي عملوا المهرجين من أول نسخة وأنا كتير بفتخر أني أنا عم بشارك بأول نسخة وبشكر المتحدة أنه داعتني على أول نسخة من مهرجين العالمين محضرة أين الجمهور النهاردة؟ محضرة حاجات بحبوها جدا أكيد في القديم والجديد الحاجات طبعا الجامدة طبعا أكيد في من آخر هتات القديم يعني بقى هتس النهاردة هتكون ليلة هتس على المسرح إزاي شفاء أنه مهرجانات الغنائية بالحجم اللي حصل في دورة المهرجين العالمين الدورة الأولى بتفرق مع الأماكن السياحية جديدة زي العالمين أكيد أول شيء هده بتساعد لسياحة البلد بتساعد أنه الناس اللي عايشة برات مصر تعرف شو فيه أماكن حلوة بمصر حتى أنا يعني باعتبر حالي أنا لأن نص مصري صرت عايشة هون وجوزة هون في أماكن لغاية دلوقتي قد ما بلد تسمع لكبير مصر كل يوم أو كل أسبوع بيكتشف أماكن جديدة أنا نفسي أني أروح لها فبرافو أنه هلأ سمع كتير منطقة العالمين الجديدة سمعت جدا بكل البلدان والنسر عند حشرية أكتر تجي تشوف استعداداتك للمهرجين واستعداداتك لمقابلة الجمهور كل مرة روتين بتاعك بيكون عامل إزاي أنا بعشق الناس وبعشق المسرح وبحب كتير اللقاء بيكون بحس المسرح هو مكاني باتي المسرح الغنائي ولا المسرح المسرح كله تي بتكتبي أغاني من وينتي صغيرة وبتمثلي وبتغني لأ أقرب لقلبك كارل سماح بصي أنا يعني كل واحد عنده متعة مختلفة النهاردة بحلو أنه عم بغني أغاني الناس حفظتها وبترددها معي وبالمسرح الغنائي في متعة تاني لأنه بيكون بيجمع التمثيل والغناء والرقص وكل إزاي بديك المقاومات كارل سماح بتحضر إيه جديد وهل في مفاجآت خاصة بالحفلة النهاردة في العالمين الجديد أه طبعا فيه سنجل مصري بس لسه مع يعني مش دلوقتي بعد الصيف بجهز له وبسجل الأغنية قريب وبعمل شفت بكلبك مصري بس هو سنجل مصري أه مقسوم دي هيك سكوب بولى طب مقسوم ده كان يليق مع الصيف قوي ليه متأخر معليش أتأخرت عشان ألاقي الأغنية المناسبة بيقاليك يعني معايير خاصة في اختيار الأغاني أكيد مش كل مقسوم بيليق على أي حد ففيه نوع مقسوم بيليق علي أكتر من غيره فكنت بدور على المقسوم ده وحيكون من كلماتي أنا فيعني حتى بقى مفاجآ عندك وقت مع الأمومة دلوقتي أنك تكتبني كلمات؟ طبعا الفن بياخد كتير من وقته مثل الأمومة أكيد شايفت إزاي حياتك بعد الأمومة اختلف؟ بعد الأمومة صارت أعمى وصارت فيها سلام أكتر عشان هيك عشت لأحساس الأمومة اللي أنا كنت بحلم فيه فقدر أعمل توازن بين الأمومة وبين الفن وهذا الشي حلو لما المرأة تقدر توازن بين شغلة وبيتها صحيح أحلى حاجة النهاردة من أنتي بنوارونا في مهرب العالمين ومنتظرين السنجلي الجديدة روزنا في أي حاجة إكسكلوزيف عن السنجلي إكسكلوزيف قلتلك أنا كذبة الكلمات صح؟ وحتنزل إمتى؟ إن شاء الله يعني نقول لشهر عشرة إن شاء الله في انتظرها وشكرك شكرا جزيلا وشكرك شكرا جزيلا وشكرك في الحفلة منتظرينك تكسري الدنيا شكرا جزيلا على وجودك معنا مرسي حبيبتي اللقاء اللي جاي بقى هو يعتبر فعلا لقاء حصري من الدرجة الأولى ليه؟ لأنه مع الفنان بهاء سلطان والفنان بهاء سلطان من الفنانين اللي لو حضراتكم طبعا عارفين ومتابعين بهاء سلطان والكل بيحب بهاء سلطان ظهورهم الإعلامي أليل جدا 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 يعني لو سرشت حضرتك على لقاءات بهاء سلطان هتلاقيها لقاءات محدودة في تاريخه الفني لأنه إنسان في طبيعته كده خجول ما بيحبش التصريحات الإعلامية كتير لقاءاته بتبقى مميزة لدرجة أن انت بتشوف لقاءه سواء بقى ساعة ساعتين أيا كان معاده أو وقته بتفضل قاعد يعني زي بيقول كده بالبلدي متصمر قدام بهاء سلطان شخصية محبوبة جدا وخفيفة وخجولة لكن احنا زي ما بنعودناكم فعلا في كاميرا التاسعة أجرينا لقاء خاص الزميلة هدير أبو زيد أجرت هذا اللقاء الخاص مع بهاء سلطان على هامش امبارح في مهرجان العالمين أنا بعد وحضراتكم نتابع اللقاء ده لأنه لقاء هيبقى ممتع جدا وحصري ومهم مع بهاء سلطان وزملتنا هدير أبو زيد نتابع موسيقى حسنا مستمعين مع حضراتكم في مهرجان العالمين في نسخته الأولى وبشرفنا في مهرجان العالمين أن يكون معانا السفير الشرعي للطرب النجم المتقلق بهاء سلطان في مهرجان العالمين في دورته الأولى تضيفك على الحفل طبعا والناس منتظراك بفارغ الصبر على الستيج ومنور العالمين ربنا خليك هذير يعني يا منورة بأهلاء أصلا يعني متشاكر طبعا عن الكلام اللي تقلت له والمقدمة الجميلة دي أنا بحس إنهم ليهم مفضل علي أو يعني عموما أي فنان بيحس إن الجمهور هو سبب وجوده أو نجاحه فأنا لايه الشرف طبعا مسيرة طويلة البهاء سلطان من التسعينيات لحد عشرين تلاتة وعشرين وتقلق والألبومات يعني والسنجلز مقصرة الدنيا دلوقتي عجبناك والسجارة وكل الأغاني الجديدة والدنيا والاها والدنيا يعني الأغاني مقصرة الدنيا وترند مع الناس وعمل مشاهدات عالية جدا أهو الحمد لله متوفق أنا في الفترة فات الدقيقة يعني والفضل طبعا اللي ربنا في الأول في الآخر بس أستاذ سعيد إمام يعني مهتمة أو روتانا عمام مهتمة إن أنا دايما أكمل وبشكل كويس وبتوفق يعني مع الناس بس مش كل الأغاني طبعا بس أماعة أو يعني اختيارات جميلة جدا والناس متفعلة مع الأغاني بشكل كبير ومنتظرة الحفل ده كلام أقل من حقك بصراحة صراحة إن شاء الله الحفلة يعني تكون نجاح كبير جدا وناس تكون منتظراك بتعاون مع الفنانة كارل سماحة متواجدة وبتغني دلوقتي على المسرح وناس منتظراك بعد الفنانة كارل سماحة هتبتدي الحفلة بإيه ومحضر إيه في الحفلة ودائما بقالنا فترة كاب بندخل بغنيت تعالى وبعد كده الأغاني اللي هم سامعينها أو قريبة ليهم يعني بحاولش تقول أغاني حاجات مثلا هم أنا سيناء أو بقالها كتير كده مفيش حاجة بتتنيسة يا حضرت معاك كذا حفلة أول ما قلت يا تارى الناس كبير وصغير ويمكن أعمار ما كانتش تولدت حتى ساعة يا تارى حفظ الأغاني كلمة كلمة يعني وأنا محظوظ في الحكاية دي في حكاية الأول بيني والنسفة ربنا دي معنى ورب المجودين النهاردة يتبسط إن شاء الله وإنت جاي شفت مدينة العالمين إيه رأت في المدينة التغييرات والتطور اللي حصل فيها؟ الجميلة طبعاً بس أنا طهت يعني عشان مهرج بس مدينة فعلاً اتغيرت وتطورت أو مش مكان يعني في الساحل شفت إنت بيبقى ليك استعدادات للستيج مع الفرقة تجهزة خاصة للحافل لا والفرقة ما هي إحنا صحاب سنين يعني عشر طوال فحفظين الأغاني كلها وأنا كل بعمل ممكن أغني شوية دندي أسمع حاجة حفظها عيدها كده طب ما إحنا عايزين دندن يعني أنا مش عايزة أختم الانترفيو إذاك إنت اللي تختم الانترفيو دندن لنا أي حاجة أي حاجة تجي على ميلك نختم بصوت بها أكيد أحلى من صوتي طلع في دماغي نروى شوية عدي عليك وتنزلي أنت فوق دماغي وحقك علي طول خصاب ما زلزلني تعالى دماغك مكسرة الدنيا ألف مبروك وجودك من أغاني العالمين مستمتعين بوجودك والنارد إن شاء الله تكسر الدنيا في الحفر ونجاح متقلق وعايز عرف إيه جديد آخر حاجة عايز عرف إيه جديد في أغاني جاية جديدة في الصيف خلصين عشر أغانيات في روتانا كل شهر أو شهرين مثلا يعني هتنزل أغاني إن شاء الله وفي الصف أه أكيد هتنزل أغاني في أغانية اللي أستاذ وليد ساعده ووحدة ثانية اللي عايزي الشافح دراما ولا أغانية عالية زي دلوقتي عجبناكم آه حاجة ده كده أو الشرق اللي كنت بغني زي من زي إحلي فوق الشكل الإقاعي ده أنت شايف الناس بتحبه جدا منك هو سيد ناس محروس كان عارف إن صوتي في حتة اللي هو اللي بإعايات بترئيس دي بتنجح معي صوت فريد من نوع الحقيقة بنشكر سيد مصطفى جامل إنه يعني خلك موجود ومتواجد على الساحة الفنية وماشاء الله أنت بنجاحك وتقلقك دايم خلقت لنفسك مساحة ما بين أكبر الأسامي في مصر وفي الوطن العربي أنا كنت متشرفة باللقاء ده معيك النهار ده سيد مصطفى ده لها الشرف وأي رأي فنان فيها كويس طوان لها الشرف بيه الله خليك أنا كنت مصطفى أكتر الله خليك شكراً وكل التوفيق في الحفلة يا رب يا رب شكراً مش بقول لحضراتكم يعني فنان مختلف خجول سلطان الطرب يعني لو لاحظتوا حضراتكم في البودلانجوتش كده وكده فبيبقى هو خجول بطبعه بهاء سلطان برغم تمكنه وإنه بيبقى على المسرح وحش في الطرب وكل الأجيال بقى بتسمع بهاء سلطان بيغني غنى نظيف بيغني في الصيف الأغاني الصيف لسه فيه طبعاً أغنية مشهورة أخيراً والأغنية اللي ختم بيها كمان اللقاء مع زميلة هديرة بوزيد لقاء في الحقيقة أنا بحب أشوف جداً بهاء سلطان وأتمنى يعني وأكيد حضراتكم كلكم بتحبوا تشوفوه في مجهود رائع عملته زميلة هديرة بوزيد في الحصول على اللقاء ده وغيره من اللقاءات التانية بصراحة ما يقدرش يعمل اللقاءات دي غير حد متمكن جداً زي زميلة هديرة بوزيد بنشكرها طبعاً وبنتكلم شوية بقى عن مهرجان العالمين الحفلة بتاعة كارول الفنانة كارول سماحة والفنان بهاء سلطان اللي كانت موجوداً بارح اللي ملحش طبعاً يكون في العالمين ويشوفها إن شاء الله من هي مقررة تعرض اليوم 19 على قناة أون على حسب المعلومات اللي عندي لحد دلوقتي وده في إطار القرار الأخير اللي اتاخد من فترة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن الجمهور في البيوت يشارك الناس اللي في العالمين الحفلات دي مبارح دامسي أزاعت حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت اللي كل برضو الأجيال بتحب تسمع المزيكة من الفنان عمر خيرت المهرجان بيأكد نجاحه يوم بعد يوم فيه أنشطة كتير أنشطة رياضية كرة شاطئية البدل كل الأنشطة اللي ممكن تتخيلها موجودة في العالمين في إطار المهرجان في نسخته الأولى واللي المفروض أنه مستمر لحد 26 أغسطس الشهر ده وإحنا كالعادة مستمرين في متابعيته كل يوم مع حضراتكم لنعرض كل يوم الجديد فيه سواء لقاءات مع مطربين مميزين من مصر ومن الوطن العربي انفراضات حصرية دايما بتبقى من القناة الأولى وبالنامج التاسعة تحديدا أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة الجمعة خبر انتشر بسرعة جدا من مبارح افتتاح مسجد السيدة نفيسة نفيسة العلوم المسجد القديم بعد تطويره وحضراتكم أكيد كل مصري عارف مكانة ومقدار السيدة نفيسة عند المصريين كان فيه سؤال دايما كده بينطرح بين الناس اللي يشتيكي من هم أو يشتيكي من ديء أو من أي حاجة يعني المحبين والمريدين يقولولوا إيه بقى يقولولوا روح صلي ركعتين في رحاب السيدة نفيسة السيدة نفيسة ارتباطها بالمصريين ارتباط عجيب وغريب وكل حب ومودة من ساعة ما جاءت مصر سنة 193 هجرية وفضلت في مصر لحد وفاتها في سنة 208 هجرية وطبعا أكيد حضراتكم سمعتوا عن قصة وفاتها ودفناها في مصر المهم أن النهاردة كانت أول صلاة جمعة من المسجد السيدة نفيسة بعد تطويره وافتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليه يوم الثلاث الماضي في صلاة الجمعة طبعا كان بيقراء القرآن فيها القارئ اللي هو برضو مرتبط بالمناسبات العظيمة الدكتور القارئ أحمد أحمد نعينع افتتاح مسجد السيدة نفيسة جاء بعد افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومسجد سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه ومسجد الظاهر بيبرس والحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية رضي الله عنهم جميعا الافتتاحات دي كلها بتؤكد شيء واحد بتؤكد خطة الدولة واهتمامها في مسألة عمارة بيوت الله واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة مصر من الدول أو الدولة الوحيدة اللي بتحتضن جثمين أولياء الله الصالحين وآل البيت احنا عندنا في مصر طريق اسمه طريق آل البيت بيبدأ بمشهد زين العابدين مرورا بالسيدة نفيسة انتهاءا بالسيدة زينب بنت علي ومن المتوقع أو المخطط ليه كمان إن شارع الأشراف هيكون بمثابة متحف حضاري مفتوح على غرار شارع المعز افتتاع المسجد وتاريخه وتطوير اللي حصل فيه في المنطقة المحيطة وصلة أهل البيت بمصر وصلتهم بيها خلونا نقول إن أهل مكة قادرة بشعبها علشان كده هنعرف كل التفاصيل دي من الكاتب والمؤرخ رحاب الدين الهواري اللي معانا على الهوى دلوقتي دكتور رحاب برحب بحضرتك معانا في التسعة أهلا بسيبتك يا فاند بسيبتك يا فاند أنا مع سيبتك يا فاند دكتور رحاب في دوشة عند حضرتك شوية في الشارع آه أهلا بحضرتك حضرتك النهاردة كان أول جمعة في مسجد ستنا نفيسة نفيسة العلوم بعد تطويره من قبل الدولة وفي إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير مساجد آل البيت عايزين نتكلم عن السيدة نفيسة وتاريخها وجودها في مصر وارتباط المصريين بيها تاريخيا ومسألة التطور في حد ذاته إيه الدلائل بتاعتها لو اتكلمنا حضرتك عن السيدة نفيسة كواحدة من أبرز السيدات في التاريخ الإسلامي وأكثرهم تأثير يمكن في قلوب المسلمين بشكل عام والمصريين بشكل خاص حتى أن على الضريح بتاعها حضرتك أتلاقي موجود هي عرش الحقائق ومهبك الأسرار كبروا النفيسة بنت زيل أنوار زيل أنوار هنا إذا تحدثنا عن ناسة السيدة نفيسة لأمها وأبيها من نسل الحسن ابن الحسن ابن الفيدن علي رضي الله عنه زوجها من نسل الحسين رضي الله عنه إذن هي كابرا عن كابر من أصل بيت النبوة طلبت في مكة وعندما انتقلت إلى المدينة درست الحديث والفقه من علماء الحديث والفقه في المدينة المنورة ومتقدت بنفيسة العلم وهي في المدينة قبل أن تأتي إلى مصر يعني أخذت لقب نفيسة العلم حتى قبل أن تأتي إلى مصر وربما هذا ساعدها أيضا أن تكون عالمة في الفقه والحديث وبعد وهي في سن 48 جابت أسرتها وزوجها وأبنائها ودخلت مصر لما أهل مصر عرفوا بقدمها وكان سمعتها تبقى كل الأنفار وفي كل البلاد العربية اللي بيمر عليها الحجاج فطبعا ذهبوا لإستقبالها في العيش يعني أهل مصر راحوا إلى العيش استقبلوها من أول لحظة دخلت فيها المحروصة بدأوا تقريبا يحيطوها ويحيطوا منزلها بشكل دائم حتى أنها حست أنها غير قادرة على العبادة يعني بدأت تشتكي من أنها ليس لديها وقت للعبادة خرجت عليهم وبدأت تقول لهم كنت قد اعتزمت المقام عندكم أنا كنت مكررة أقيم في مصر غير أني امرأة ضعيفة وكاد تكاثر حول الناس فشغلوني عن أورادي وجمع زاد معادي وزاد حميني إلى روضة جد المشتفى عليه الصلاة والسلام الناس في بص شعره بنوع من الألأ الشديد وكأن أمهم ترغب في المغادرة فمنعوها منعوها ورفضوا الرحيل حتى أن والي مصر في الوقت ده كان يسمع عبد الله سري بن الحكم أخذوه معاهم لحد متها وقال لها يا ابنة رسول الله أنا كفيل بإزالة ما تشتين منه وليل إقلم زعالك وأنا هزيل أي شكوى فطبعا لما عرف أنها نفسها تتفرق للإعدادة كرر أن يأتيها أهل مصر يومي السابت والأربعاء من كل أسبوع فقط على أن تتفرق باقي أيامها للإعدادة خصت لها في منطقة كانت مع ضرب استباع اللي هي موجودة فيها حالين الحالي بجوار مسجدها صحيح فطبعا أهل مصر أهل مصر أهل مصر لهم من يومي السابت والأربع فبدأ التوافد عليها يومي السابت والأربعاء فقط حتى تتفرق للعبادة رضي الله عنه تعلق المصريين طب مسألة تكسيد العلاقة اللي ما بين المصريين والسيدة نفيسة اللي هي العلاقة الخاصة دي تم تكسيدها قبل كده فيه الدراما وحضرتك يعني مؤرخ وأكيد عندك معلومات عن موضوع إن هو لما السيدة نفيسة تحديدا لها كان لها علاقة خاصة بالمصريين السيدة نفيسة عرفت بالزهد وحسن العبادة نعم فبيروى إنها كان يعني الزينب بنت أخوها يحيى المتوج بتقول عنها إنها كانت تنضي بالمدينة أكثر وقتها في المسجد ما كانتش بتغادر المسجد النبوي مظبور وانتشرت الأقويل في الفترة دي بعد ما أخذت البيت اللي هو التعبار السباع قيل أنها حفرت قبرها بيديها وهي في هذا البيت حفرت قبل وبدأت تنزل تصلي فيه وكأنها تريد أن تهذب نفسها وهي ابنة من السيدة نفيسة تريد أن تهذب نفسها فحفرت القبر بيديها وقرأت فيه القرآن وختمت فيه القرآن فوق المئة مرة كما ورد في السير والتاريخ وتحديدا في المقريزي الدكتور رحاب الدين الهواري الكاتب والمؤرخ شكرا جزيلا لوجودك معنا للتعليق على افتتاح مسجد السيدة نفيسة والمسجد القديم والمقام بعد تطويره ودي فرصة لكل المصريين اللي هم صلوا النهاردة الجمعة ومريدين ومحبي السيدة نفيسة اللي تبرك بيها وطلب الدعاء المستجاب كما هو معروف عنها السيدة نفيسة نفيسة العلوم يعني من أحد المعلومات المهمة جدا عنها أن هي تلقة العلم على إيد الإمام مالك ويمكن الإمام الشافعي أخذ منها بعض الفتاوى وكان بيطلب منها الدعاء ونطلب في رحاب السيرة الجميلة دي نطلب المدد من ربنا سبحانه وتعالى وبركات الستينة نفيسة نفيسة العلوم حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع التاني معنا في الفقرة دي هو موضوع الدوري الإنجليزي النهاردة انطلاق الدوري الإنجليزي أهم دوريات العالم في كرة القدم يعني إذا كانت الدوريات الأوروبية كلها بتتمتع بمشاهدة إلا أن الدوري الإنجليزي بتحديدا هو الأطخم مشاهدة في العالم وزي ما كلنا عارفين بيضم كوكبة من أهم النجوم على رأسهم طبعا نجمنا محمد صلاح جناح نادي ليفربول أول مباريات البريمير ليج النهاردة بدأ بما بين منشستر سيتي حامل اللقب ونادي بيرلي بدأ من شوية لسه مش يعني زميلي في الكنترول بيقولولي أنهم منشستر جاب جنف أول تلت دايقاء ده أسرع جنف طبعا أكيد كلنا متوقعين من اللي جاب الجنف في منشستر سيتي يعني أغلى لاعب عندهم هالند يعني الصاروخ هالند ده مشكلة كبيرة هالند والله فهيعتبر ده بقى برضو رقم جديد يعني أول هدف في الدور الإنجليزي لموسم 23-24 والموضوع واضح أنه هيبدأ سخن الدور الإنجليزي بادي سخن قوي يعني وهالند يعني ما شاء الله ماشي زي الصاروخ فيه هالند على الجانب الآخر في العالم الموازي فيه موضوع تاني بقى فيه قصة كده خاصة بالدور الإنجليزي فيه حاجة تانية شغلة بال المتابعين للدور الإنجليزي جدا وهي لعبة الفانتازي الشباب الصغير اللغاوي كورة وفيه شباب كبير كمان على فكرة في الموضوع دخل في قصة الاختيار تشكيلة الفريق أو لعبة الفانتازي باختصار كده هي لعبة بموازية ليه مش موازية منها مش لعبة لكن هي تطبيق نقدر نقول تطبيق وحاجات كده خاصة بالدور الإنجليزي وفيها اللعيبة بأرقام ونقط وقصص وحكايات على فكرة اللعبة دي بيتم تسويقها بشكل كبير جدا وأطلقتها ربطة الأندية الإنجليزية كنوع من الترويج وزيادة متابعة الجماهير يعني اللي هيشترك في اللعبة هلازم يتابع المباريات علشان دي مرتبطة بدي حتى لعبة الدور نفسهم الإعلام بدأ يتابع أخبارهم في اللعبة المربوطة بنتائج الماتشات النهاردة كان فيه تصريح لمحمد صلاح تصريح لمحمد صلاح عن اختياراته في الفانتازي والحساب الرسمي للعبة دي عمل مقابلة خاصة مع محمد صلاح نجمنا العالمي واللي ظهر فيها لابس تشيرت ليفرقول وصلاح قال بالحرف أريدكم تخفيض سعري في اللعبة لأن الجميع يريد ضمي إلى تشكيلتهم ولكن أمر طبيعي أن يكون سعري مرتفع فأنا أحقق أكثر عدد من النقاط كل موسم في الفانتازي ده معنى أن الفانتازي دي مش لعبة مستحدثة لا هي بقالها كم سنة بيتم الترويج لها لكن خلاص ده موسمها بدأ النهاردة مع انطلاق الدور الإنجليزي والعملية هتسخر وسيخنت أكتر بهالند اللي هو بيحقق أعلى رقم في اللعيبة تعالوا الأول نشوف التصريح نجمنا محمد صلاح قال إيه النهاردة ونرجع نكمل كلامنا عن الفانتازي شكرا للمشاهدة 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 هذا هو قائمي، لا أختاره من لبربول، فقط هذا هو قائمي فأنا أجل أن ألي وقائم في قائم وهناك مختلفة، عندما أختار روبا وعندما أختار ترين لأنك تعرف أنك لديك ثلاثة إنجليزية وبحبها عشان محمد صلاح في المقام الأول لكن الفانتازي بقى والحاجات دي أنا شوية ممكن أكون ضعيف فيها علشان كده يعني معانا النقد الرياضي أحمد عصامي شرح لنا قصة الفانتازي والناس تفهمها إزاي؟ وإيه الاهتمام الجيل الصغير والشباب باللعبة دي كابتن أحمد مساء الخير وبرحب بيك في التاسعة منورنا دايما في التاسعة كابتن أحمد وهبدأ معك مباشرة اشتركت في الفانتازي ولا لسه بنوهت كابتن مين ويدنيا معاك؟ لا دي طبعا أشتري لعبة أصلا موجودة طريبا من حوالي 12 سنة بس طبعا اهتمام بها كان ضعيف جدا في الأول كانت متكملش طريبا خمسمائة ألف بالأول لعبة دلوقتي وصلت طريبا حول العالم متخطر عشر مليون وكمان مع المباريات ومع الموسم لما بيتلعب وبيدخن زينا بيقولوا اللعبة بيديد كمان الثاني فاتت وصلت لرقم 11 مليون و12 مليون ورقم كبير جدا جدا وكمان حتى إن الموضوع بقى هناك في انقلترا واغدينه تسوية أكتر لأن كل اللعبة في العالم بيلعبوها أكبر لعبة العالم في الدور الإنجليزي بيلعبوا اللعبة فهي طبعا زي ما حضرتك كنت تتكلم عن صلاحه وأعرضت الفيديو بتاعه فلعبة هي تروجية ومميزة جدا على مستوى العالم والموضوع مش ما بقىش على سن معين لا نجوم كبيرة جدا بيلعبوها وفي سن كبير كمان فهي طبعا لعبة مميزة جدا وشبت الناس كلها هو طبعا كل اللي اشترك في اللعبة أكيد واخد هالند بيعتبر أنه أعلى سعر كان 14 مليون ويبخته دلوقتي واخد ثلاث نقط هوت في أول ثلاث دقايق ثلاث نقط مرتاحين وهو لو كمت كابتن كانوا اضعفه كمان هو كم نقطة صحيحة كابتن أحمد بالنسبة لو هداف وجاب جون لو جاب جون بيبقى 4 نقط لعمل 6 ثلاث نقط بس التختلف بقى ما بين المدافع المدافع لو جاب جون بيبقى 5 نقط عكس المدافع لو جاب جون بيبقى 3 نقط أو 3 نقط خطة الموضوع بيختلف باللعب والتاني بس طبعا المواجن بيبقى أقل نقط لما بيجيب جون عكس المدافع المدافع لو بيجيب جون أو بيجيب كلينشيكس الموضوع بيختلف تماما بيبقى أرقام أعلى طبعا هالند ميثبت اللي بلعبوا في اللعبة تريبا مخط خطية وحتى هو 14 مليون ده أعلى واغلى سعر اللعبة من ساعة ما تعمل كان على واحد قبل كذا صلاح 13 طبعا بعد اللي عملوا السنة اللي فاتت بأه 14 مليون السنين هو لا وواضح ان هو بعد اللي بيعملوا السنة دي كمال طيب محمد صلاح محمد صلاح اعتقد هو في المرتبة التانية يعني تاني واحد على طول قبل ما نتكلم عن تفاصيل اللعبة هي زي بتساهم في تسويق دور الانجليزي يعني هو المفروض الموضوع واضح ان هو فيه برضو استثمار ازاي بتساهم في التسويق للدور الانجليزي او اصلا مش محتاج يعني اه بالضبط او دور الانجليز طبعا مش محتاج اهم اقوى الدوريات بس كمان هي شدت الناس خلت الناس اللي فينا تحبش كورة في لعبة تحبقهم في الكورة بالضبط وكمان تزبط المشاهدة لان اللي بيلعب اللعبة دي دور الانجليزي دي ناس كل لعبة تتفرج عليه بس مش كل الناس بتشوف مباريات مثلا مطشي مثلا بين زيرتن وكريستال بلس مطشي مش قوي محبش يشوف اللعبة اللي بيلعبوا اللعبة خلتو من انت لانتو امتابع تسئين خمسة تسئين في المائة من المطشيات مش المطشيات الكبيرة بس او المطشيات صلاح بس بل اللي بتلعبوا اللعبة لازم اتفرجوا عن المباريات وطبعا داودت المشاهدة بشكل كبير جدا وكمان خلت الناس هي ناس معينة ما كانتش بيحب الكورة لما شافوا اللعبة وتابعوا المباريات حاسوا لأ ان في حافز وانا ممكن العب واللعبة طبعا فيها جزء كبير من الحظ والتوفيط بس كمان فيها جزء من التحليط واحنا هنا في مصر كمان متصوقين جدا احنا من أكتر البلاد اللي بتلعب اللعبة دي فطبعا حاجة مميزة جدا مصر من أكتر دول اللي بتلعب اللعبة دي اه مصر من أكتر دول طبعا وانجلترا والهند مصر والجلترا والهند اه تقريبا دول أكتر ثلاث دول طبعا بس مصر مكتسحة حتى احنا تلاقي ناس كتير جدا متتكلم في الفينتزيز المين اللي كانت لا هنجيد كذا لا هنبدل كذا الناس حتى لما تنزل على القهوة نصف حب عاديم مع بعض يا ديرا هنجيد مين هنجيد مين وقت المباريات كمين طيب يعني لعبة والناس مشتركة فيها طيب اللي هيفوز بقى اللي هو يعني اللي هيحقق أعلى نسبة أو اللي هيطلع الأول أو فريقه اللي هو اختاره تشكيلته من كل الفرق بتاعة الدوري وحصل أناعرف أن هي كل جولة بيبقى فيها ترتيب تمام الجواز يبقى عن إيه بقى سواء بقى في كل جولة أو في النهاية الجوازت ومختلفة بالدوري الإنجليزي نفسه بيخلي اللي بيفوز في النهاية بيبعث لكيكس بيحضر بعد كده مباريات في السيزون اللي بعده وكما يحصل فيه جواز قائمة كتيرة جدا ينحطها الدوري الإنجليزي بس دهو بيكش فعانها مثلا ممكن يتفعح لأخي انت بقى شونة تبقى تشتات ممضية من نجوم الدوري الإنجليزي لأ هداية قائمة جدا حتى في حد مصر قبل كده كان كتب جولة وكان عارض كان لأ هداية أكتر من 7-8 جواز وكلهم ممضيين من اللعبة بالدوري الإنجليزي ممضيين من اللعبة مشهورة وجمسة دين في الدوري الإنجليزي لأ حد قائمة وكمان ممكن تديك فرصة أن انت تسافر تهدر ماتش في دوري الإنجليزي لأي ماتش أنت ماتش تحفظ الفريق المميز لي طيب علشان أنا هاختب مع حضرتك لكن سؤال أخير بس هو الاشتراك في اللعبة ده سهل ولا صعب أنا بعد الهوى هتكلم حضرتك تحكي لي بقى بالراحة كده لأن أنا شوية ضعيف في مسألة أنا بشكرك جدا النقد الرياضي الكبير لأستاذ أحمد إصام دايما منورنا في التاسعة الموضوع كبير ولعبة الفانتازي اتضح أن مصر من أكتر الدول اللي بتلعب اللعبة ما شاء الله يمكن اهتمامنا بالكرة الإنجليزية عشان خاطر محمد صلاح تمام كبير وفيه جواز بتتعامل بس هو اللعبة عبارة عن بس وانت بيتابع من خلال الدور يعني ما بتلعبش انت اللعبة وانت بيتابع من خلال الدور تجمع نقاط مع الأبطال بتوعك أو الكباتن أو لما تكابتن حد ده موضوع قصة كبيرة كده هبعرف أنا بعدين مع النقد الكبير أحمد إصام فاصل مشاهدينا ونرجع بعدين نكمل مع حضراتكم فقرات التاسعة أهلا بحضراتكم من جديد الأرض والسماء الليلة 12 بكرة بالليل 12 أغسطس فيه حدث بيتكرر كل سنة يمكن فيه ناس كتير ما تسمعش عنه ولكن هو حدث معروف جدا وحدث مهم ونقدر نقول كده فيه بيبقى فيه زي كارنفال في السماء في دول معينة بتشوفه وتقدر تشوفه بالعين المجردة بدون اللجوء للتلسكوبات بكرة فيه حاجة اسمها زخة شهب البرشاويات دي أفضل زخات الشهب السنوية اللي بينتظرها هوات الفلك في جميع أنحاء العالم الشهب اللي احنا عارفينها الخطفة اللي هي بتبقى منورة كده وتطفي مرة واحدة في السماء فيه بقى بكرة في زخة زخة يعني حاجة كده رشة زي بقولوا بالبلدي الرشة دي بتحصل في كل سنة يوم 12 تبقى فترة من أواخر يوليو لمنتصف أغسطس أو 20 أغسطس تحديد تقريبا لكن توهجها أو انطلاقها أو قمتها بتكون يوم 12 أغسطس بالليل عدد الزخات أو الرشات اللي احنا بقولوا عليها دي الشهبية دي البرشاويات بيوصل عددها لستين شهاب في الساعة وده عند زروة الموضوع طيب ايه قصة الشهب دي بتيجي بفعل دخول بقايا مخلفات أحد المزنبات الشهيرة اللي تم اكتشافها سنة 1862 المزنب اسمه سوفت تيتل ده حصل كده أثناء دوران الأرض حوالين الشمس كل 133 سنة تقريبا وهو حصل بقايا منه في الغلاف الجوي بتحصل كل سنة ان هي بتطلع زخة الشهب دي وبتستمر دخول هذه المخلفات اللي هي بتسبب الشهب دي من 17 يوليو لـ 24 أغسطس وزي ما قلنا لحضراتكم بتبلغ زروتها في ليلة 12 فجر 13 يعني 12 بالليل فجر 13 للي هيقدر يشوفها يبقى محظوظ حاجة كده زي الألعاب اللي بتحصل في السماء الموضوع يعني بيهتمي بيه ناس كتير خصوصا هوات الفلك لكن عشان خاطر الفلك عفواً لكن عشان خاطر نعرف تفاصيل أكتر عن موضوع زخة الشهب البرشاويدي معنا تريفون مع الدكتور أشرف شاكر أستاذ علم الفلك بالمركز القومي للبحوث الفلكية يا دكتور أشرف مساء الخير مساء الخير يا حضرت موضوع زخة الشهب يا دكتور والقصة بتحصل ازاي وهنقدر نشوفها فين حضرتك أي منطقة مظلمة يقدر يشوفها من النهاردة هي زي ما حضرتك ما قلت بتبتدي من 12 7 لجهة 23 أغسطس لكن الزروة بتاعتها بتبقى من يوم 7 التالت من يوم 7 احنا عندنا ضيوف من يوم الخميس في مرسل الأبطمية لرزدها وعندنا بكرة وعندنا بعد لجهة يوم 13 وممكن لجهة 23 أغسطس نتابع الزخات ده هي بس مش هتبقى عدد الشهب في الساعة بيصل زي ما حضرتك قلت من 60 بس ممكن يوصل لمية لان دي بتبقى عبارة عن ممكن توصل لمية من 60 توصل لمية من 60 اه توصل لمية والحاجة المقابلة لها في شهر 12 ان شاء الله ليلة 13 و14 في شهب التوأميات بتوصل لمية وعشرين كمان يعني عندنا اثنين كبار بالنسبة لمصر والنسبة العالم التوأميات في شهر 12 وده بتوصل لمية وعشرين شهاب في الساعة والبرشويات اللي هو من 12 7 ل 23 أغسطس وده بتوصل لغاية 100 شهاب في الساعة يعني حضراتكم بترصدوها وبتظهر من بداية الفترة دي وهي بتظهر حضرتك بتظهر من 12 7 لغاية 23 أغسطس بس الزروة بتاعتها بتبقى من يوم 7 لليوم 13 أغسطس وممكن ترصدها بعدها بس مش هتشوف 100 شهاب يعني هتفضل معك 23 أغسطس لو اعتبرنا إن بقرة ده هو اليوم Batt ونهار ده وليوم الذي بعد مناطق أي منطقة مظلمة حضرتك هتشوفها في الصحراء الغربية في الصحراء الشرائية في سيناء في الأطمية أي منطقة في وادي الحيتان في رحلات بتطلع ودي الحيتان في رحلات بتروح الصحراء الغربية فيه ناس بتطلع على سينة فيه ناس بتطلع على جنوب نور في وسط العاصمة فصعب أن أنت ترصد شاب البرشعات ممكن تلاقي واحد اثنين لكن مش بالعدد اللي حضرتك تتخيل الظاهرة دي بتصنف في علم الفلك بظهرة إيه هل هي ظاهرة طبعية حضرتك أن الأرض بتمشي في مكان مزنب كان عدة في المنطقة دي قبل كده فكأن حضرتك عربة بتمشي في طريق رملي فلما بتمشي في طريق رملي بعد الحصة بيطول العربة أو بيطول مصرها هي الأرض بتمشي بتجذب الصخور دي للغلاف الجوي بتمزل في الغلاف الجوي معظمها بيحترق الباقي منها بيتحول من شهاب لنيزك من شهاب لنيزك لنيزك لما هو بيقى الشهاب بيبقى في السمع الحاجة المنورة اللي احنا بشيطة زي خط بينور لما بينزل على الأرض البقايا بتاعته إذا كان حجمه كبير بيتحرق معظمه اللي بيفضل منه بنسميه نيزك زي النيازك المشهورة اللي نيزك في الروسيا وزي نيزك جبل كامل في مصر ونيازك كتير جدا موجود يعني اللي هي أصار الاحتكاك اللي نيزك بالأرض المزنبات دي مع الغلاف الجوي بيحصل اللي هو المزنبات المزنبات المشي من فترة طويلة وخلف صخور الصخور دي لما بتدخل للغلاف الجوي معظمها بيحترق ما بيفضلش منه حاجة لكن في بعدها اللي هو صخور كبيرة دي بيحترق معظمها والباقي منها بيبقى نيزك نيزك ممكن يوصل حجمه بس طبعا مش بالنسبة للشهب دي ممكن يوصل ل5000 كيلو اللي بتبقي منه يعني نيزك جبل كامل اللي كان بتبقي منه 5000 كيلو جرام يعني احنا ان شاء الله في شهر 12 بقى زي ما حضرك قلت معانا زخة تانية اللي هي التوأميات التوأميات عندنا زخات كتير من 7 أكتوبر بس دي بتبقى 10 في الساعة 5 في الساعة مش كيف بتبقى ضعيفة شوي لكن الهي الكبيرة اللي هتقابل دي هتبقى توأميات وده من 13 ل 14 و 12 وده الزروة بتاعتها مش تبقى كبيرة زي البرشويات والفترة بتاعتها مش طويلة قوية بنشكرك جدا دكتور أشرف شاكر أستاذ علم الفلك بالمركز القومي للبحوث الفلكية بقى لنا فترة ما سمعناش عن كورونا ومتحوراتها وانا مش عايزة أخذ لحضراتكم يعني احنا راجعين نتكلم عن متحور جديد ظهر باسم EG5 أو ERS وده بدأت الناس تتكلم عليه من فترة متحور انتشر في عدة دول زي بريطانيا زي الصين زي الولايات المتحدة متحور القرص ده مختلف شوي عن المتحورات السابقة في انه بيقدر يتغلب على مناعة الجسم وده ممكن يكون سبب في انه أكتر قابلية للانتقال من المتغيرات الأخرى زي ما حضراتكم عارفين وزي ما تكلمنا على مدار السنين اللي فاتت في موضوع كورونا ان الفيروس مش بيخلص مش بينتهي هو بيطلع منه متحورات وكل متحور بيبقى ليه طبيعة مختلفة في الانتشار وفي الأعراض وفي الإصابات وفي المناطق حتى كمان اللي بيظهر فيها الأعراض اللي جات للمصابين لحد دلوقتي من المتحور الجديد اللي هو ERS دي بشوية سعال يوقح نشفة صداع سيلان أمف رشح يعني وعطس والتهاب حل وإجهاد وتعب في الجسم يعني نقدر نقول كده أعراض البرد اللي احنا كنا عارفينها زمان بس هو معادش في حاجة اسمها دوربرد ولا هينفلوانزا هو احنا خلاص بينا في متحورات ماشيين في متحورات وده اللي أنا بقول لحضراتكم مش عايز أخض حضراتكم أو نتخض من كلمة متحور كورونا أو أوميكرون طب إيه هو المتحور ده متحور ERS وإيه خطورته على المدى القصير والمدى الطويل وبيختلف عن المتحورات السابقة في إيه؟ تعالوا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن هذا المتحور من الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر والحساسية بكل طب جماعة الأزهر دكتور محمد برحب بحضرك معنا في التاسعة فاند الله يخليك أفادي الحمد لله ايه قصة المتحور يعني الموضوع كلمة متحور وكورونا بتقلق الناس شوية لكن احنا عايزين برضو حضرتك تقول لنا بقى الموضوع باختصار ايه متحور ERS الجديد اللي هو EG5 وخطورته وأعراض وإزاي نتعامل معاه هو فعلا زي ما حالتك قلت هو متحور فعلا اسمه EG5 وده متحور جديد من صلاح كوفيد خصوصا الوميكرو او الوميكرو اللي احنا كنا عارفين ده كان اخر حاجة تقول وقلنا انه ابضى الفيروس وهنا دايما من خصائصه التحور بشوية اه قبل كده من شعر اثنين كانت منظمة الصحة العالمية ارضان الاشياء وصدقيته انه تحت المراقبة يعني بسه شوية اه بالنسبة اللي بعيد بالوقتي بتصنفه تحت دائرة الاهتمام تمام تمام الاعراض لا تختلف كثيرا عن ادوار البد والانفلونزا ممكن تبقى خفيف ووسط وزي ما احنا قلنا ممكن تبقى جديدة برضه وهكذا النما هي استيعة الانتشار هل المتحور هل المتحور يا دكتور يعني في اوميكرونكو انا بنقول كده ان هو اصلع من اللي قابله هل الفيروس كل ما يتحور يبقى اصلع دا برضو نفس الكلام اه طب اقول لحديك انا حاجة فضل اليومين دول بقى احنا على مهزم الصحر العالمية وحصل ايه في انجلترا وامريكا وامريكا والصين واليابان وكل انا بقول لحديك بقى اليومين دول احنا متعودين عن فيروس البد والانفلونزا انهم بيجوا في الشتاء اسكرا مظبوط يعني احنا بنشوف الكلام ده عندنا في الشتاء في العيادات اليومين دول انا من فتر سبوعين بالزبط ابتديت قلائي اطفال وكبار عندهم الاعراض دي اعراض انفلونزا حادة افتفاع برجة حرارة تكسير في الجسم وفقد حسة الشم في بعض الحالات وبتبقى سريعة الانتشار لان احنا برضو مع الجناش الثقافة يا جماعة خلوا بالكم انه لو في طف او اي حد كبير عنده اعراض البرد او الانفلونزا لازم نتعامل معا يمتاح ويعزل اه انه انا بشوف حالات تلاقي ان الاسرة كلها جات كل ده كل واحد بيعزي التامل طيب سريعا يا دكتور ما عليش انقاسف اللي دي الوقت عشان المعلومة دي مهمة جدا احنا بنقول حضرك قلت انه هو بيصيب الاطفال طيب سريعا كده نقدر نتعامل الفترة اللي جاية ازاي معاه وابسط التعليمات للموضوع ابسط التعليمات احول حاجة انه لا يبقى عندنا اي اعراض لانه احنا مش كل شوية هنعمل بسحات وكلام ده ازبوط اعراض الخفيفة من رشح وزكام وتكسير في الجسم والتفاق بجر حرارة ناخد مسكنات عادية جدا ايوه ونرتاح الموضوع لو شديد يعني اعراض شديدة من البداية او الناس اللي عندهم امراض مزمنة لا بيبقى لازم يتوجه للطبيب بسرعة لانه ممكن يحصل التهاب رئوي ويبقى المشكلة اكبر ونحتاج ارتاحنا يومين ثلاثة وخذنا مسكنات والدنيا مشت خلاص اقصى حاجة اقصى حاجة اسبوع مثلا يا دكتور يعني هو اقصى حاجة اسبوع الدنيا مشت خلاص شكر جدا تظهر طب منطنا الموضوع ان شاء الله بسيط واعراض كلنا بنشوفها وعارفينها لكن لازم نتعام معها صح بدون اي اهمال علشان خاطر الموضوع ما انتشرش ما بين افراد الاسرة الواحدة مشاهدينا استاذنا حضراتكم نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات التاسعة والفقرة الرئيسية خلوا بالكم من ولادكم ومن نفسكم علشان الزكاء الاصطناعي داخل علينا داخلة اللي مايرحمش الفترة بدأ الكلام عن الزكاء الاصطناعي وكليات الزكاء الاصطناعي وتأثيرها الايجابي على كل حاجة في حياتنا تتكلم على الطاقة فيها زكاء الاصطناعي كل حاجة داخل فيها زكاء الاصطناعي الفترة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين كان بدأ موضوع فن كده ان هو الزكاء الاصطناعي داخل في موضوع الاغاني ان نتركب اغاني مطرب بيغني اغاني لحد تاني أو حالاتكم فاكرين الموضوع لكن انتشار الشائعات والأخبار الكذبة فكرة ومرحلة دخلنا لغزو الزكاة الاصطناعية ده مرحلة جديدة جدا من حاجة اسمها الخداع عشان كده بقول لحضراتكم نخلي بالنا قوي من نفسنا ومن ولادنا لأن كل ولادنا معهم موبايلات وما حدش عارف هم بيدخلوا عليه تحديدا مع انتشار حسابات لشخصيات وهمية الشخصيات دي موجودة كأنك بتتكلم مع شخص طبيعي جدا موجود صور وبسطات وكمنتات ويرد عليك بطريقة منمقة كده ومنظمة في النهاية اكتشفوا الخبرة انها حسابات معمولة بوسطة تقنيات الزكاة الاصطناعي وملهاش اي وجود في الحقيقة ده معنى مرعب لان الصفحات دي هتستخدم في حاجة اسمها اللجان الالكترونية بمعنى تقدر تأثر بالإجاب والسلب في اي موضوع وبنائش السؤال ازاي نكتشف الصفحات الوهمية دي وده اهم سؤال في فقرتنا النهاردة ازاي اكتشف ان الصفحة اللي انا بكلمها دي او موجودة معايا الشخص اللي انا بكلمه ده شخص وهمي او ان الصفحة دي معمولة بالزكاء الاصطناعي طب ازاي لو اتنشرت صورة مفبركة بالزكاء الاصطناعي او الشخص ده ازاي اقدر احذفها او اتعامل معها ده اللي هنعرفه مع ضفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو في فقرتنا الرئاسية في التاسعة المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات شو مهندس اهلا بحضرتك معنا في التاسعة اهلا بحضرتك واهلا بالسيدة مشاهدين بتشاركني ان احنا داخلين على مرحلة جديدة ومرعبة صحيح ايه الموضوع بقى الحقيقة انا اتمنى ان الحلقة دي توصل لأكبر كامل للناس كالعادة ان شاء الله ان شاء الله لان الموضوع اللي هقوله النهاردة ده هيكشف للناس حاجات كتيرة جدا منتشرة والاسف الناس بتقودها ان هي فن واللعب زي ما حرارك قلت وانه مثلا عبارة عن الزكاء الاصطناعي بيحاول الصور وبيكتب في الكومنتات وبيعمل مقالات وده للاسف مش الزكاء الاصطناعي ده خمسة في المئة من تقنيات الزكاء الاصطناعي او نعم الزكاء الاصطناعي بمعنى الصح الواجب الابير في بالزبط كده ولكن الجارب السالبي زي ما حرارك قلت فيه فعلا اكاونتات وهمية وحسابات وهمية منتشرة اللي بيحصل بقى الكلام المهم اللي لازم الناس كتير تعرفوا ان الحسابات دي بتوفبرك يعني عادي شخص عادي زي وزي حضرتك بيكاريت اكتر من اكاونت على الفيسبوك مثلا عن طريق سكريبت معين او عن طريق كود بيكاريت له الحاجات دي بسرعة فبالتالي بيكون عنده كمية الكمية دي بيكون مش عايزها من غير صورة قبل الزكاة اللي صناعة ما ينتشر قوي كده كان الحسابات دي بيكون من غير صورة او بصورة ناس تانية او بصورة البنات اللي منتشرة على الجروبات الخاصة او بزبط بالزبط بيخشوا بالصور عادية فبالتالي بيسرقوا الصور اللي جوه وبيعملوا بيحسابات ايه الغرض من كده الغرض من كده ان هما بيبيعوا اول حاجة الكومنتات دي لناس تانية محتاجة ان هي تأثر بالاجابة او بسلب زي ما حرارك قلت في بداية الفقرة ليه؟ لانه ممكن مثلا لاجل الدعاية والاعنام برضو بيستخدموا الحاجات دي للأسف الشديد انه مثلا انا عندي منتج معين المنتج ده اقدر مثلا اخلي بالزبط الريتش مثلا اعيز ميت كومنت بالطريقة اللي احنا عايزينها يعني الله انا جربت المنتج ده المنتج ده فعلا يا جماعة اشتروق هم كلهم ناس وهميين وتلاقي بوست عليه ريتش كبير جدا حتى الرياكتات حتى الرياكتات يعني اللي هي الرياكتات اللي هي اللوف اه اللوف مثلا او الكير او اللوف او ايا كان ايه الرياكتات اللي ما او اللايك ممكن توصل لرياكتات دي لأكتر من 3000 رياكت مفابرك فبالتالي انا لما هسرش على البوست ده وعشوف المنتج ده فها خلاص خلاص انت كده كده وصقت في الخبر او المنتج او الاغنية المنتشرة او ايا كان ايه اللي بيحصل في اللجانة الالكترونية دي جميل اللجانة الالكترونية دي بتسمي المواضيع دي سيرفرات السيرفرات دي حضرتك بتكون فيها الاكسس توكن بتاع الاكاونتات اللي بتخليك تعمل رياكت وانت مش عامل اكاونتات حقيقية يعني رياكتات دي ممكن يكون حسابك من ضمنهم وده بسبب ايه ليه الاكسس توكن او الاساس بتاع الاكاونت بتاعك تسرق منك وانت مش عارف ده بسبب الالعاب المنتشر على الفيسبوك اللي هو اعرف صورتك بعد 60 سنة عاملة ازاي الالعاب اللي هي الانلاين من الفيسبوك المواقع اللي موجودة اصلا وبتسجل بخولك فيها وانت مش عارف ورابطها بالفيسبوك دي اكبر مصيبة لان كده كده بتسرق بالاكس توكن خلاص فشكرا يقدر يشير لك او تشير وانت مش شيرتش تلاقي فجأة تسحى عامل لايكات لبيتجات انت مش عامل عليها لايكات فجأة تلاقي مثلا ببيتجات او صفحات موجودة انت مش متابحة تلاقي نفسك متابحة تحديدا بقى في مسألة الاكاونتات الوهمية اللي هي الصفحات دي والناس موجودة ما الزبط ايه الخطر اللي انا ممكن او على المستوى المجتمعي كله بقى يعني غير ان انا الاكسس بتاعي او الاكاونت بتاعي تسرق او مش تسرق تاخد فبيتعامل بيها حاجات انا بعملتهاش بالظبط كده القصة اللي احنا بتكلم عليها المهاردة تحديدا قصة ان فيه حسابات وهمية ودخلت والناس بتتكلم وتعمل والليجان الالكترونية بقى تشتغل وتستغل او تستخدم ده صح ايه اللي ممكن يحصل اللي ممكن يحصل ان احنا يعني لازم نكشف للناس ازاي الليجان الالكترونية دي بتشتغل عشان خطر يخافوا ويعرفوا من الاخبار المنشورة الليجان الالكترونية دي ان هم بيحركوا يعني جيل كامل ممكن يتحرك بسبب الكومنتات اللي موجودة بسبب الحسابات اصلا الناس ما عندهاش وعي احنا في زمن 2013 حضرتك أستاذ يوسف لازم كلنا نكون خبراء امن لبياناتنا بياناتنا دي عبارة عن داتا وكنز كبير جدا يعني تخيل نفسك واقف في ميدان عام عمال تقول بياناتك للناس كلها ايا كانت ايه لا وفيش شركات بتشتغل تحديدا على جامع البيانات دي طبعا دي عايز لها حلقة تانية دي صاروة موضوع تسريب البيانات دي حلقة تانية نتكلم عليها ولكن احنا هنا في مضمون الليجان الالكترونية ان هي ممكن تنشر شائعات كبيرة زي ما بيحصل ودولتنا هنا بتحاربها طبعا احنا احنا ازاي نفرق ونخلي الناس نفرق بين الليجان الالكترونية دي وبين الخبر المنشور وبين الحسابات الوهمية خلينا نمسكها من البداية ياريت اول حاجة الحسابات الوهمية المنتشرة الحسابات الوهمية اللي هي بتعمل كومنتات كتير على الاغنية او على المنتجات او على اخبار من الدولة او خارج الدولة او اي ان كان ايه اللي بيحصل اول حساب ما تخشه هتلاقيه معمول لوك بروفيل اغلبه بيبقى معمول لوك بروفيل تخير ان ده منتشر جدا الفترة الاخيرة طبعا طبعا يعني انا شخصيا بيجيلي ريكوستات كتير جدا وكلهم لوك بروفيل لوك بروفيل ليه قفلين البروفيل لان الحساب لما يكون جديد الناس بقت تعرف ده حساب جديد فلما يكون حساب جديد او حاجة هتيجي في بالنا بلوك على طول هتشك في الموضوع فبقوا يقفلوا الحسابات اللي هي لوك بروفيل انت هتعمل ايه لما تلاقي الحالة دي انت مش عارف تستكشف الدنيا ولا عارف حتى تشوف الصورة لانها صغيرة او غيرها فيه تلات نقاط جنب الحساب التلات نقاط دي هتلاقي اليوزر بتاعها لو لقيت اليوزر بتاعها مقرر من مثلا حد ناشر خبر او مش هير خبر او بيعمل كومنتات تانية تبعد عنه على طول متكرر ازاي يعني مثلا لو انا اسمي احمد طارق لو احمد طارق 506 مثلا تعرف ان اليوزر ده مفابرك او قصده حاجة تانية من الاصلي تاني عشان خاضر النقطة دي مهمة جدا تلات نقاط اللي في الاكاونت اللي باعتلي بالضبط اللي في الحساب موجود يعني مثلا لو فيه شركة معروفة حتى لو الشركة دي واخدين اسمها وبينشروا اخبار على اسمها او اخبار عن وزارة الصحة مثلا او اي ان كان ايه الخبر شخص شنقال جوه وزارة الصحة ناشر خبر اي خبر منشور الاكاونت ده عشان نتأكد من اسم صاحب الاكاونت لازم نشوف اليوزر نيم اليوزر نيم الرئيسي اللي هو بيبقى موجود بعد اللينك اللي هو www.facebook.com اسم الاكاونت لو لقيتوا ارقام اعرف ان الاكاونت ده بيبقى معمول جديد لانه مش بيهتم باليوزر نيم هنقدر نتعامل ازاي الفترة اللي جاي حلوة جدا اولا احنا هنا يعني انا هنا بصفتي خبير الامن السبراني دايما بطلع بوعي الناس من خلال حضراتكم ان هي ازاي تستخدم السوشال ميديا بشكل صحيح وتشوف الفرق بين ده وده ده هنا كدورنا احنا ولكن كدور المؤسسات الحكومية او الحكومة نفسها طبعا احنا عندنا وزارة الداخلية رقمهم 108 بنشكرهم جدا على المجهودات على طول بيستجيب اه طبعا مستجيبوا على طول زائد ان في حاجة الناس كتيرة اول مش عارفاها المبتز او اللجان الالكترونية او الشخص اللي قاعد وراء الشاشة وعمال يعمل شائعات في البلد الناس مش عارفة ان اي منصة موجودة في العالم عاملة منصة اخرى محدش يعرف عنها حاجة وانا مضطر ان او لازم ان انا اقولها طبعا عشان الناس تخاف وتعرف ان الكلام ده موجود يعني زي منصة الفيسبوك لها منصة تانية اخرى خاصة بالحكومة يعني مثلا الزابط اللاعد وراء الشاشة يقدر يخش بالكرني بتاعه ويسجل ويقول ديني معلومات للاكاونت المفابرك ده نعرض صورة دلوقتي حضرتك معنا نشوف من خلالها ازاي بقى شكل عملي ازاي اكتشف ان ده حساب وهمي علشان خاطر الناس تبقى شايفة الموضوع عملي قدامك تتفضل تلات موقعات ويشوف اليوزر نيم اليوزر نيم ده لو مكرر لو ارقام نشك فيه على طول ما ناخدش منه معلومة يعني اكفيه ناس تقولك انا بفتح بقبل اللوكت ده بقبله وبعدين اشوف مين وبعدين راجع لا بلاش اصلا محدش ياخد معلومات من اكاونتات زي دي خالص لان والله منتشر اللي جاني الالكترونية عن طريق كومنتات بقولك بالكومنتات اللي تعجبك يعني عايز تكتب ايه قل عايز تكتب ايه واكتبهولك طب هو لو انا رديت اخيرا عشان احنا للأسف في الوقت يعني المضوعهم هم جدا بس هو اعتقد ان دي بزرة ونواه للحديث بشكل اوسع عن النقطة دي اللي انها نقطة مرعبة فعلا لو انا رديت على كومنت مثلا من او تعليق من الحساب الوهمي ده هو يرد علي لا هو مش هيرد هو اصلا كده كده بيكون لمرة واحدة بيعمل الكومنت ده عشان يحرك الدنيا ولكن فيه نقطة مهمة جدا الشخص اللي عايز يحرك خبر معين ممكن يرد عشان خاطر يحرك الخبر اكتر فيه نقطة برضو مهمة اخيرة عشان تكتشف ازاي الصورة دي مفابركة عن طريق تقنيات الزكاء الاصناعي او لأ في موقع عالمي من غير ما نقول اسمه وموقع عالمي كبير لو تكتب بس وصفه بالعربي في شركة جوجل او بحث جوجل تكتب طريقة كشف عن طريق مواقع الزكاء الاصناعي الصورة مفابركة هيفتح لك موقع كبير ترفع له الصورة اللي انت مش واثق فيها او ان انت متأكد ان هي ممكن تكون مفابركة او لأ وهيجيب لك النتيجة انه مستخدم فيها تقنيات الزكاء الاصناعي يعني احنا معنا هوت لحد دلوقتي طريق مبداية طبعا فيه طرق تمام نقدر يعني نخش سرش على جوجل ونكتب ازاي اكتشف ان الحساب ده اللي قدامي ده زكاء الاصطناعي مش حساب حقيقي وانت صورة اللي في الحساب هنكشف بصورة هنكشف على الموضوع بالصورة لاص طبعا ان احنا لازم بقى نركز الفترة اللي جاية لان احنا داخلين على بدأنا بقى فكرة او مرحلة الشائعات من خلال اللجانة الالكترونية المبنية على حسابات وهمية ليه الزكاء الاصطناعي فعشان كده انا بدأت الفقرة مع حضراتكم نخلي بدنا علشان الزكاء الاصطناعي زي ما ليه جانب ايجابي ليه جانب سلبي للأسف يعني وقت حلقتنا خلص والموضوع اعتقد ان احنا حتى يعني دورنا لمبة انذار وضربنا جرس انذار لكل الناس ما تستهونوش وما تفرحوش بكل الريكوستات اللي بتيجي على الفيسبوك لان ما خافية كان مرعب مش ما خافية كان اعظم ما خافية كان مرعب في نهاية حلقتنا وفي نهاية الفقرة الرئيسية بشكر ضيفي المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات انا بشكر حضراتك شكرا جزيلا وانشاء الله يكون معنا لقاء اوسع نتكلم بقى باستفادة ونجيب بقى رسمي كده وعملي عملي ليه ازاي عشان ولادنا وعشان خاطر الناس اللي برضو الوعي الالكتروني عندها كحماية حسابتنا بشكل عام وامن المعلومات ده مضوعك يعني هو سايبر سيكوريتي ده امن زي اي امن زي الامن الوطني زي اي امن ان هو شيء بقى موجود في كل بيت وفي كل ايد دلوقتي يعني فيه خطر عليه على الناس وعلى الاجيال كبير جدا من الجزء دي بشكرك تاني شكرا 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 وربنا بسطرها ان شاء الله لا متى لا شدورنا هنا نحن نحمي الناس نحن وان شاء الله وموجودين معنا بإذن الله شكرا شكرا لحضرتك شاهدينا انتهت حلقة النهاردة من التاسعة تكلمنا على مضاعات كتير بسرعة واتمنى تكون الحلقة كانت خفيفة على حضراتكم ونلتقي في حلقة جديدة من التاسعة وتصبح على الفخير